تواصل الدولة جهودها لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا سواء الواردة من الخارج أو المنتج محليا وفي هذا الإطار أعلنت وزيرة الصحة والسكان هلزايد استلام أول مليون جرعة من الانتاج القومي للقاح باكسيرا سينوباك المنتج محليا وفقا لاتفاقية التعاون بين شركة سينوباك الصينية وشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات باكسيرا وتوزيعها على مراكز تلقي اللقاحات بمختلف محافظات الجمهورية وخلال الاجتماع الذي عقدته مع شركة باكسيرا عبر الفيديو كونفرنس أكدت وزيرة الصحة أن ما حققته الشركة يعد نقلة نوعية وترخية في مصر كما نقلت إليهم شكر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومؤكدة حرصها على الذهاب إلى الشركة لتتبيج ذلك النجاح ومشاركة كافة العاملين اللحظات التاريخية للإنتاج القومي للقاح بايروس كورونا باكسيرا سينوباك هذا وأوضحت الوزراء أن جرعات اللقاح تم تسليمها إلى مخازن التموين الطبي بوزارة الصحة والسكان بعد إتمامها لمرحل الاختبارات اللازمة وفقا لاشتراطات منظمة الصحة العالمية وتوزيعها على مراكز طلاق اللقاحات